كانت لقابل جديد ونهار جديد وموضوع جديد اليوم لا يكون لا وصفة لا خلطة بالعكس ما سنهضره أول مرة سنفعل هذا النوع من الفيديو بأنني سنهضر و سنعطي وجهة نظر لي في موضوع كما رأيته في العنوان هو موضوع للزواج قبل أن ننخل في الموضوع أنا متعودة في الانستغرام إذا لم تكن تتبعني في الانستغرام سأعطي لكم هنا ما أنا متعودة مرة مرة كناقش مواضيع خاصة بالمرأة وبالحياة أونجليغا المرأة الرجل الأطفال مهم الحياة كاملة ولكن دائماً كنت أكد على المرأة لماذا كنت أكد على المرأة؟ حقاً أنا عشت بثاف دوره في حياتي دوره في زوينة، دوره في خيبة نجاحات، فشلات مهم، درت بثاف ديل تجارب في حياتي عشتهم، الحمد لله هذا يعني لي بثاف حقاً لماذا تعيش في واحد تجربة كنت متأكدة بأنها تخرجي منها بواحد الإفادة لا يمكنك كيفما كانت هذه النوع تجربة، كنت حزينة أو سعيدة أو لفشل أو لنجاح أكيد تخرجي بواحد لحكمة تخرجي بواحد نتيجة ستنفعك في غدة كنت متأكدة وهذه المشاكل التي نعيش بها في حياتنا كنت متأكدة بأنهم مصدر القوة غدة أخذوها من عندي أنا مؤخراً بقيت في موضوع خاصة بالزواج وللقيت تفاعل كثير كثير وقلت على الشلال لأنني في الانستغرام كانت تقوم بحياتي 24 ساعة قلت نضيف الفيديو لأنه سيبقى دائماً وكيف يدخل بنت وحدة هذا هو الهدف دائماً بقيت لبنات المقبلة على الزواج أو لباقي المزوجين باقين كيقرة باقين صغارات ولا يالله جدادة في الزواج بقيتهم يسمعوا هذا الفيديو الذي سيكون يريت أنا سمعته قبل يريت واحدة أخرى مزوجة وطيحة في مشاكل سمعته قبل هذه نصائحة هذه نصائحة يعني مهمة بثب راه النصيحة راه الذهب كنت متأكدين يقول لك الذي سوى المجرب لا تسرع الطبيب هذا نحن أعرفنا ندخلوا في الموضور لأننا في المشامعة لنفرح البنت التي تزوج وطيحة العمار وفرح بأن أريد زوج وقد أريد دارها وقد أريد رويدات وقد أفعلها وذلك ونسبة لنا فرحة وسعادة هذا هو يظهر كي نرى الزواج وافتخار العائلة التي تشترك وافتخار العائلة والبنتهم والولدهم لكن ولكن يجب أن نعرف ماذا هو الزواج ماذا هي هذه الخطوة التي تديري ماذا هو المعنى لها الزواج لما هو العرص نقافة سبع أيام الحلاوة شهر العسل شهر و شهر ثاني لا يجب أن ترى الزواج من بعد هذا الشيء يقول لك الزواج الذي لا تتبيره عام يجب الزواج مسؤولية أولا وآخرا مسؤولية الزواج يجب أن تتعقديه مع شخص الذي يجب أن تكون قد هذا العقد قد هذه المسؤولية قد هذه الحياة الجديدة التي ستتبدأها يمكن أن في الأول أنت معولة غير على رأسك قاسف دار والديك مهم أهمك و رأسك يجب أن تتزوجي لا يجب أن تتزوجي شيء أخر الذي تتزوج به يمكن أن تخطبين قبل صاحبين كنتم عارفين أحد عام عام ما تكون لك تعرفيه تخمس سنين قبل من الزواج سيكشفون لك أكثر و أنت ستكشفون لك أكثر يعني في جوجنا المرأة و الراجل ستعرفون في الزواج على حقيقتهم على حقيقتهم على حقيقتهم لو أخير تقولي أنا أعرفه أنا أعرفه أنا أول أول ناصحة التي سأعطي البنت أول ناصحة أن تتزوجي تكوني متأكدة و مقتنعة بأنك ستزوجي مقتنعة بأنك ستزوجي ونصح أن تكوني أحد الحياة والدار والعائلة مقتنعة لم تنخلتم الجوجات و لم تنجروا لكم من تتزوجي و لم تنسلت إلى الشهور و لم تتزوجي لا تكوني قد مسؤولية للزواج لا حق الزواج يريد مسؤولية يريد انضباط يريد تتأكد أهم إليك في الزواج و ماذا يسأل أن تعرفه أولوية آخر ستدخل مع عائلة اخرى وراء عائلة مشاكل وراء الكاركتر لك كيف تدير كل ما تكون عارفة وخصوصا من الذي يأتي الوليدات اخرى مسؤولية الكائن اخر جاء في الحياة وعافك غير انت فقط يجب ان تكون مهيئة نفسيا ومعنويا وماديا لكي تكون زوجة واما اوه شيء الثاني المهمة الكثير لا تدري هذه الخطوة للزواج تكون قارئة تكون خدامة تكون هذا رأسك برأسك الى وانت مقارئة وانت مخدامة ومعنديك الفلوس كيف كان يوكلك بواك في داركم نفس الشيء سيتمشي عند رجلك يصرف عليك فلوس الماكلة فلوس الشراب فلوس الكسوة فلوس السباطة فلوس الحماة فلوس طبيب فلوس كوني متأكدة بأنك سيتطحي في اكبر مشكلة في اكبر مشكلة اول مشكلة بينك وبين رجلك نهار هو واحد نهار لا يوجده لا يريد أن يعطيك لا يوجد شيء أخرى قبل أن يعطيك فلوس السباطة وطبيبك ومعنديك فلوس الطبيب ولم يوجد رجلك لا يريد أن يعطيك ولكن إذا كنت خدامة ستنقصي عليه بعد أن تكون هذه المشكلة وكذلك هناك هذا الرأسك وكذلك يكون هناك فلوس وكذلك يكون ميسور مدين وكذلك يكون بخير دائماً فلوسك تحسي بالحرية وتحسي بالأمان أكثر وتحسي بالأمان أكثر ما حالك تجدك أعطيني بغيت أعطيني بغيت أعطيني بغيت خصوصاً لنساء وانت طلباتنا كثيرة بغى جلابة بغى قفطان بغى توب بغى صباط بغى مكياج بغى عكار بغى ديشعر بغى كوافورة بغى حمام بغى نشرين للماما بغى نشرين الختي وأنا أعطيني نحن حكاً وهنا تطبيعة المرأة قبل أن أقوم بها هذه الخطوة هناك مشكلة أخر الذي أعطيني الرجل الرجل يمكنك تقلب عليك أختي من بعد الزواج ويقدر يتقلب عليك من بعد الزواج ويقدر إخوناك يقدر يكون صعب معك يقدر يكون شحيح معك يقدر يكون إنسان متطفل وإنسان يضرع بإنسان يتفاجئ فيه من بعد ها أنت يا ولدتي دري الأول ودري الثاني كيف ستدري وانت يا غرقتي أولاد راجلك ما مزيانش أنت ما عندكش الفلوس ما عندكش خدمة ما عندكش أحد الأهل اللي هو مصحاح اللي هو ما غادي يوقفوا في جنبك كيف ستدري ولكن ولكن إلا عندك مدخول مادي ديالك أنت يا أنت مستقلة ماديا بالراجل ولا بالراجل أول مشكل أول ثاني مشكل نهز قلوعي ونهز أولادي ونهز راسي وقادب راسي ما غنطيح مشكل ما غادش نجرجل ما غادش نتعدل ما غنعدبش والدي معايا ما غنعدبش أولادي معايا يعني ديبلومك وقرأتك وخدمتك أول من الزواج قبل من الزواج هذه أخوديها قاعدة هذا شيء كنقول لك أنا إلا كنتي بقى مزوج وكنت بقى بقى يالله كتفكر في الزواج بقى يالله كتفكر ركزي في قرأتك وركزي في المستقبل لحق الجواج لا تتعرف أنه لا يوجد راجل ما غنطيح ما غنطيح ما غنطيح ما غنطيح ما غنطيح ما غنطيح Que تتعرف ما غنطيح ما غنطيح كتفكر ما غنطيح كتفكر خلال أفضل ما غنطيح وإنك لا يمكنك أن تقوم بقى طويل ما ضحك ما ضحك لما نقول أحد الذي يحرام وعيب ما ضحك نحن في المشاهدة تعودنا على المرأة بأنها تتصبر تشبط رغبات رجلها اهلها لا لا خطأ خطأ انتي اهم من اي واحد انتي وبعدك الطفان ولكن هذا ما تستطيع ان تكون قادة لا تدينه معنويا لا تقول لي رجل لابس لي ولا تقول لي بابا لابس لي ولا تقول لي لا 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 انتي انتي الكيان ديالك انتي كل شيء يتبدل لا تتقي في غدا غدا لا تتقي فيه تقي في راسك راسك هو اللي تتقي فيه اخذيها من عندي انا يمكن مع الوقت سوف نعود لكم بزيال بزيال حاجة فيهم بزيال حاجة من هنا الهنا من هنا الهنا بزيال عقابات بزيال بزيال تجارب كثيرة كثيرة كيف اوضحيش في المشكل لا سوف نقول لك كيف تعيشي واحد الحياة زوجية سعيدة ومثالية وكيف تضرب بها المثال الحقيقة ليس هذه الحقيقة المثال ليس في الجواج حياة سعيدة وكلها غوز ليس في الزواج وخاة تمشي عند المونوك دائما كان مشاكل تشوفي مشاكل يكون مع اخوتك مع صحاباتك مع موك ومع اباك بعد مرة تناقشه ولا تفهمك مع شخص شخص غير جديد هنا غير هي كنت مجدة معنويا ونفسيا وماديا كنت مجدة وعرفة الزواج الزواج والخيب فيه لا يمكنك تعرف الزواج كيف تدير حتى تسمعي به كيف تكوني إنسانة مزوجة ومجربة تعرف ما زوين في الخيب وماذا الزوين في الزواج وماذا الخيب في الزواج اللهم أنت تكوني مهيئة مهيئة لأي ضرف نتمنى بأن الزواج لك يصدق جيدا نتمنى ولكن إلى ما صدقش جيدا سواء مع الزوج سواء مع العائلة تخرج من الجنب أنت تكوني واجدة مع عارفة سامعة لا تتفاجئ لا تتصدمي لديك اتفاقات من الأول أنت تريد أن تخدمي لا يمكن شغدة يقول لك بلسي من خدمة تكون متطفقة على هذا مثلا في الأول في السنة الأول الزواج يكونوا بعض المشاكل ما هي المشاكلة؟ ستعرفها تكون هذه المشكلة أنك لا تعرف الكاركتير لا تعرف ما هو الكاركتير لديك يا الله تبدو أن تفهموا بعضياتكم وهذا لا يعني أن أول مشكلة فيه واحد العيب سافي أنا لا نتقبله لا نتقبله بعضياتنا بالعيوب وبالتالي كيف لا نتقبل الحجز بنا لن تقبل الحجر الخيبة من غير هذه الحجر الخيبة تختلف تختلف يعني مثلا أنا أعطيك غير مثل أنت رجلك عارف المدخول المادي ما حال عارف المدخول المادي هذا ما حال حسنا لا يمكنك أن أنت لا يمكنك أن أنت طلب منه طالب الذي عارف المدخول لا يمكنك وفره لك وضع منها مشكلة هنا لماذا قلت لك كوني خدامة كونتك فبوس ديالك تحت منك المدخول ديالك شهري شهري لا ترون هذا الرجل ولا ترون مشكلة اكتئاب وأعصاب وسترس لماذا لا يشير لها رجلة هذه مجهة حاجة أخرى الثانية هي أنني ما نقارن شراسي مع فلانا يعني أول خطوة مهمة أنني ما نقارن شراسي مع فلانا رجلة جاب لها طنوبيل أو رجلة شرر لها طاقم ديالدهب أو رجلة شرر لها أخر مكين فنضادر لا نقارن شراسي رجل لا يجيب لك كادو ولا يجيب لك وردة حسن من هذه رجلها يجيب لها الكادو والطنوبيل والوردة وياك تمشي وتخدعي من المظاهر عمرك ما تحطي نفسك أو تقارن راسك مع إنسان آخر حسن؟ هنا و شيء أخر ما تحطي أنك ما تحطي في دارك سكات 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 لا نعود لتشوح هنا أشياء التي تعودها أو أشياء التي تعودها لما يعني طيبة هذه الغذيوة أو هذه أو أشارت هذا أو أشارت هذا الصالة أو أشارت هذا المنطال أو أشارت مثلا وأنا أدخل فيتراف بالمشاهam إلا سكات اللي يبقى في داري لا نعود قد ماء أو أشارتنا وآخرنا لم نعبد ليس كات إلا لا المعد ليس كنت لا هذا الزواج لماذا نرى طلق كثير وماذا نرى الفرق كثير والضحية والشيء الذي أهم أهم أختي قبل متولدي تكوني قادة على الولاد تكوني قادة على الولاد تبدأ تبضي في الباب الأول وتأخذ الباب الثاني وانت باقى تالفة وانت باقى مقادة وانت باقى مفاهمة وانت باقى مفاهمة الولدات لا يهربوا قدما نحن مزوجين قدما لدينا فرصة بأننا ننولده ولكن الولاد مسؤولية كبيرة حيث نهار ستأخذ الولد كوني متأكدة بأن انسيت راسك حياتك ستبدل 180 درجة محور حياتك كامل سيكون يدور على هذا الطفل بعد ذلك أخذك تعرف بأن غير الحمل والوحم والولادة عندها ظروفها أما ما سهلاش خذك تكون قدة وخذك إذا ربي أعطى المرأة واحد القوة واحد الجاعة بأنها يقدع للولاد وقدع للحمل وقدع وكذلك شيء يأخذ لك من صحتك من هرموناتك من جهدك من ساعتك لم تقلق نعسي في خاطرك لم تقلق نعسي في خاطرك لم تقلق نعسي في خاطرك تقدر خدمناتك تسمحي فيها شكرا لك لا تأتي بهذا الولد حتى تكوني من هاي الجو وكذلك تألفة من فهم ما مع الرجل باقي أنتما يالله قلتوا بسم الله وسأجيب لي واحد الكائن وسأتتعدى عليه كنت متأكدة ما أنا سأتعديني نكون قادرة أنا كنت أقوم بها سطحيا لكي لا يأتي الفيديو الطويل ولكن مرة مرة سأتعرف هذا الموضوع سأتعرف إذا أعجبكم الموضوع وإذا أعجبكم الفيديو سأتعرف الناقش معكم مرة مرة هذا المواضيع أعفوكم الأولاد سأتعرف اللعبة سأتعرف راسي حاملة سأتعرف راسي دافع على كوسات سأتعرف الأسبوع سأتعرف شهر السابع ونكافة لا 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 هذا نهائيا الأولاد الأولاد صهار بالليل بزولة واع واع لا تبقى أن تلبسك وجهك لا تبقى أن تغسيته وجهك لا تبقى أن تغسيته سنالك آآ هذا هو الأولاد أنا لم أكن أعرف هذا أولاد 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 لكن لما لقد ادخلت وقررتها على هذه القدير جاءتها تأتي الهرمونات كما يأتي الكثير من الكثير من المنطقة يتخلطونه لك إلى ذلك والآآ والراجل لا يستحى لهذا الأمر والراجل لا يستملك لا يستملك لا يستملك لا يستملك لا يستملك وتعرف الأمر أولاد لا يستملك كل شيء والراجل يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن يستطيع أن تكون مسؤولة عن الطفل ويجب أن نعود بأن الشريك أو الزوج يشارك معنا كل شيء الرجل المغربي لا يعرف إشاعة البوطة تربية بابا كان هكذا، أخوه يهوكا، الرجلي هكذا ولكن من الأول سنعوده بأنه يعاوني المز Believe old me لم أخطي و hungry أخطي ما أخطقي ولكن من المزيد أنك دخلت فوق هو Palmer ولم يمكنني أن تنق laughing المزيد أنا لا يمكنني أن تقوم بها و تقضيها تقضي الأسبون تقضي و تقضي و تأتي للدار و تقضي و تستف تقضي و تقضي و تقضي في تلاجة و تنضي و تطيب العشاء و تنضي و تجمعي الطابلة و تغسلي الماعن وعو وعو هذا تقضي و تجمعي الطابلة و تستف تقضي و تجمعي الطابلة و انا سيتم قسم إنك ستعوم الهرب و أنا سيستف تقضي و تكلم عن عيب أو حرام العيب هو تم مرض ضربية بوحدك يعني أعطيتكم بعض الأشياء أعطيتكم بعض الأشياء انا اول مرة انا اضع في هذا الموضوع في اليوتيوب بحيث احسنت راسي جديد علي اياما انا متعودة انا اضع في هذا المواضيع كي لا نطول لخلاصة لهاد شيء كامل الزواج الرغم الشيء هو هذك الاعرس هو هذك الفرحة هو تافير لا 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 الزواج مسؤولية تكوني عافق قارية تكوني عافق عافق تكوني ختامة ماذا كان مدخولك ماذا كان خدمتك قبل من الزواج عافق دوزي البرمي دوزي البرمي تكوني لديك البرمي حيث تخدمي ستولدي الولاد ستحتاج البرمي كان الطبيب كان مدراسة كان لديك مدرسة بغير لعب الكورة بغير لعب بيسين الرجل لا يمكنك كل مرة ايطاليا اجديني هنا تكون مدوزي البرمي ديالك عندك طواني بلاد ديالتك فاكم's أنت وديما ودري هذا الشارك وليس حياتك لا يمكنك ليس حياتك بلدك لا هذا علتك الذي تستطيع أن تفهمه والتي تستطيع أن تكمله وتستطيع أن تكنول معه وتستطيع أن تتكمله وتستطيع أن تتكمله وتستطيع أن تتقبل العيوب يعني ربي محل الفراق والاطلاق والذي يكون حكمة كين سبب انت لا يمكن ان تعيش اثيرة في احد الزواج لحقك انت لا يوجد مدخول شهرين انت انا عايشة مع درجة محاملة ولكن لان انا لا يوجد فين نمشي ولا يوجد فين سكون ولا يوجد فين نعيش ولكن انت مستقلة ماديا قرارتك تأخذه من انت مرتاحة قرارك تأخذه من انت مرتاحة ديما نعول على راسي نعول على راسي هو الأول نعول على راسي ومن بعد اكير كل لا سبحانه وتعالى هذا كل اول ونعول على راسي وانك ساعة هذك زوجة سيأتي باية أولاد وولادات باية أمرطر باية استقرار باية أحد الانسان اللي اختيارته اللي بغيته لا يريد أن نكون مجموعة لكي يسكنني أو يدير عليها لكي يريد أن تكون ناريا لا لا لا، رأيوا الرجل الوجب أن يكون باينين باينين، لا على قد المستطع تكون باينين يعني دينا وشرعا وقانونا باينين لا يريد أن نختار عمر راسنا ويجريبه أدمنا هل ترى لك يخلق المشاكل؟ الناس يحطي لك بأنك ليس عيب المرأة تخدم ليس عيب المرأة تعاونت الراجل تنقص عليهم الضغوطات الحياة أنا في الأول دويت على المرأة بسلف ليحتى الراجل بعد المرأة يكون المتطلبات لها كثيرة وهو ليس في استطاعته خصوصا في هذا الزمن اللي نعيشون فيه ومتطلبات الحياة اليومية كثيرة ومن كي يأتي الوليدات خلاص وهنا العوين زوين العوين زوين وخا نشري أنا الفلوسين بمعادة كوريا الضار وطلق يمطعته وميعناته ومحلقاته ماذا فهمت؟ كل شيء من الراجل أرى أرى كيف يقولون يعيق لي يعطي لي يعيق لي أخذ كي نختمها كوني على علم ما هو هذا الزواج كوني على علم بأنه مسؤولية بأنه قد مكين حاجة زوينة قد مكين حاجة خيبة بأنه ما يمقش راسك راحتك راحتك هي الأولى ما تقولي راحت الآخر اللي هي دارك رجلك ولداتك لا تقلق بوحدك يعني لا تقلق بوحدك داروني معك سواء يشخار سواء يشد البلاصة كاملة سواء يهضر بالله يعني يجبك تعرفي هذا تعاودي عليه تعاودي ليس تعاودي تعرفيه رهكاين رهكاين تفهمنا؟ وما نجوشو ونحن ناس ما فهمونه في الدنيا ما عارفونه غير صافي سأجوش صافي أول واحد جاء سأجوش 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 لا كوني راسك كوني المستقبل كوني كوني شخصيتك تقوي بقريتك تقوي بخدمتك هذه الساعة توكل على الله و و فرحي براسك والدي ولداتك و سأجد المشكلة ستكون لدي راية لا تصدمي نتمنى هذا الفيديو طويل ما نتمنى 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 كان خفيفا تستفيدوا وشيء من النصائح إذا أعجبكم هذا الفيديو قلوه قلوه مرة مرة نشارك معكم بعض المواضيع ونقول لكم بسلامة ونطلقوا إن شاء الله فيديو آخر جديد ونهار جديد وموضوع جديد ترجمة نانسي قنقر